بالخرج رمضة العمامرة اليوم الجمعة أنه يتم التحقيق لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد البون إلى روسيا بشكل نشط على أمل إجرائها قبل نهاية العام الجارية وفي تصريح لوكالة سبوتنيكا الروسية على همشي منتدى بريف السلامة أكد الوزير العمامرة أن زيارة مهمة لكي ل البلدين مبرزاً وجود برنامج تعاون واسع النطاق والدويل الأمد بين جزيرة وروسيا الذين يجريان حواراً سياسياً رفعاً مستوى موضحاً أمله في أن تكون زيارة رئيس عبد المجيد البون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين ما تمتش هذه الزيارة كما ترون هنا يتحدثوا عليها أنها كانوا أملهم أن تتم قبل نهاية السنة ما تمتش كانوا يتحدثوا عليها كثير والسؤال لماذا لم تتم هذه الزيارة؟ مفروض الجزائر بلد مستقل روسيا تحتاج من يزورها في هذه الظروف العصيبة وين يحاصرها الغرب حتى عندها حصار جوي في كثير من الأماكن مثلاً أوروبا كلها محاصرة جوياً روسياً إذن لماذا لم تتم زيارة؟ هذا سؤال أول سؤال ثاني لماذا تم تخفيض ميزانية وزارة الجنرالات من ما يقارد 23 مليار دولار إلى 18 مليار دولار؟ هنا كنا شفنا كلها تعملت 23 مليار دولار وخرجت القنوات والذبابة على العصابة إلى آخره سعداء حتى بعض قنواتهم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب إلى آخره تحدثوا على أن المبلغ الرئيسي هذا سيذهب إلى شراء أسلحة من روسيا وقالوا بأن هناك حديث على أن الجزائر ستشتري ما قيمته مرة تكلموا على 17 مليار ومرة تكلموا على 13 مليار دولار أسلحة من روسيا ولما نجو إلى كان فيه كلام كثير كلام كثير لن نتراجع وسنشتري السلاح الروسي إلى آخر لكن في القانون الميزانية لصدر الجهيدة رسمية اليوم 29 ديسمبر تم تخفيضها إلى 248 ألف مليار سنتيم من 316 ألف مليار سنتيم أي إلى حوالي 18 مليار دولار من 22.8 مليار دولار هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة شفنا في حديث تبون إلى الجريدة الفرنسية لفيقارو قبل يومين أو ثلاثة هاجم ميليشيات فاغنر تابعة لروسيا واللي كانت الروسي فترة معينة كان يقولوا فاغنر ما يشتابع الحكومة الروسية هي تابعة لمواطنين الروس لكن لا حد كان يصدقهم لماذا؟ لأن رئيس فاغنر هو طباخ هو جنرال روسي وهو طباخ بوتين بوتين عنده طباخ نتاعه برتبة جنرال لأنه يخاف ويخافوا عليه فطبعا لازم أمنيات كبيرة جدا فهذا هو اللي أنشأ فاغنر أي أن بوتين في الحقيقة هو اللي أنشأ فاغنر لكن دارها بعيدة عن الجيش الروسي وتدخل بها لمدة عشر سنوات في عدة بلدان في أوكرانيا من قبل ثم في سوريا ثم في إفريقيا الوسطى في المالي في المزنبيق في غينيا في بوركينفاسو إلى آخرها عندما عادت أو اندلعت بغزو هو إلى أوكرانيا اندلعت الحرب وأصبحت الحرب صعبة جدا وليست عملية عسكرية كان يظن أنها تتم في أسبوع وينتهي الأمر اضطر رأينا أنه يسحب فاغنر الجزء الأكبر منها إلى روسيا وهي اليوم تعتبر أهم الكتائب والفرق المقاتلة في أوكرانيا هي الأخطر والأهم خاصة في منطقة بخموت هذه حتى أن روسيا فيما بعد ولو السجنان تعالروسي لآخره قاتلوا مع فاغنر قالوا لهم ليقاتل معنا ويبقى معنا ست شهر نلغي المحكمية نتاعف السجن وأشياء أخرى كثيرة فاغنر أيضا يقاتل معها أجانب يعني تعطي لهم أموال معتبرها كمرتزقة يعني لماذا يهاجمها تبون وشفنا لما هاجمها العام الماضي كان هناك قلق لما هاجمها في 2021 في جوان 2021 كان هناك قلق روسي واضطر شنغريح أن يذهب هناك ويعتذر للروس إلى آخره وبعدين سمحوا لفاغنر أن تدخل إلى ماني عن طريق الجزائر وشفنا كيفاش قالوا أنهم سياح في الحقيقة هذه المعطيات هذه المعلومات الثلاثة أو هذه القضايا الثلاثة كلها مرتبطة تهجم تبون على فاغنر مع جريدة فرنسية مش مع أي جريدة فرنسيين والروس أعداء في إفريقيا إلى أقصى الحدود وتخفيض ميزانية الدفاع وعدم ذهاب تبون إلى روسيا على الأقل لحد الآن ممكن يروح فيما بعد لكن كانوا يقولوا قبل نهاية السنة ولم تتم هذا راجع لما كنا تحدثنا عليه وكانوا نفاوهما عن الضغوطات الأمريكية الأمريكيين بدوهم بالضغوطات عن طريق كونغرسمان طالب وزير الخارجية الأمريكي باش يسلط عقوبات على الجزائر ثم زيارة السفيرة لشنغريحة بعد ذلك ثم زيارة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومسؤول أمن الخارجية قبل ثلاثة أسابيع وزيارتهم أيضا لشنغريحة كل هؤلاء أطاهم تحذيرات لما قلناها يومها خرجوا بابوا أذنبوا قالوا لا دي مش صح والجزائر ما تخضعش للضغوطات خضعت ولا لا الآن تخفيض الميزالية من 23 مليار دولاري إلى 18 في خضوع أم لا عدم ذهاب تبون إلى روسيا قبل نهاية السنة في خضوع أم لا مهاجم التبون لفاغنر لهي فرقة روسية خطيرة جدا ومنتشرة في روسيا وفي بلدان أخرى تدل على أنه هذه فيه موالات للفرنسيس وللغرب أم لا هذه حقائق وهذه كلها أدلة تثبت أننا أمام نظام ضعيف متهاوي ما عنده الشرعية عنده بهرجة إعلامية وعنده كذب بلا حدود وعنده ضغوطات ينفذها عليه القوى الغربية فيخضعون بعض الناس قالوا لي ركولت بليشنغريحة ممكن يسقط قبل نهاية السنة وهو ما سقطش ما تستعجلوش يعني نهاية السنة أو نهاية جنفي القادمة وفي بري مش مشكلة كبيرة سيسقط إلا أن يحول ولاءه كاملا إلى فرنسا وإلى الغرب إذا بقى عنده أدنى ولاء للروس أي جنرال في الجيش الجزائري يكون عنده ولاء واضح ومعلن للروس سيطحون به بكل أسف نحن ضد أن يتدخل لا الأمريكان ولا الروس لا الفرنسيس ولا البريطانيين ولا الألمان ولا الأتراك ولا غيرهم في وطننا وفي جيشنا لكن هذا النظام الضعيف اللي يستغول ضد شعبه فقط واللي يحقر شعبه فقط يخضع خضوع مهين مذل مزري أمام القوى الخارجية وها هي ثلاث مواضيع ثلاث قضايا كبرى كلها تتعلق بالسيادة بشكل أو بآخر تثبت ومازال جاي قضايا أخرى بالمناسبة مازال جاي قضايا أخرى تثبت أننا لسنا أمام نظام حكم ديكتاتوري ومستبد فقط ولكنه خاصة متذلل وخائف من القوى الخارجية وبدون القوى الخارجية لن يستمروا